نتمنىها مباراة ممتعة للجمهور النهاردة نتمنى من اللعيبة الحقيقة زي ما الجماهيل في الفترة الأخيرة كان بتبعت رسائل وده موقف محتاجين نتكلم عن الحقيقة كان بتبعت رسائل دعم وتشجيع لكيان الأهلي كله سواء كنت بتكلم على مجلس إدارة سواء كنت بتكلم على فريق الكور فكرة الدعم والرسائل اللي بعتها ملايين من محبي وعشاء النادي الأهلي لكيان النادي الأهلي بعتقد أنه منتظرة رد النهاردة في الملعب من نجوم النادي الأهلي اللي بتأكيد على قدر المسئولية وأعتقد أنه رسائل الطمأنة ورسائل الإحساس بالمسئولية إن شاء الله بإذن الله تتجسد النهاردة على مدار 90 دقيقة اللي بنشوفها أو اللي هنشوفها في الملعب إن شاء الله شوفنا على سوشال ميديا في الفترة الأخيرة حال الدعم مستمرة وحال التأييد مستمرة إحنا معاك يا أهلي من جمهور النادي الأهلي وده أكيد بيبقى محتاجه جدا متصدر تريند على حل الهاشتاج فعلا وده بيحتاجه فريق النادي الأهلي يا أحمد بشكل كبير يعني إذا كان دغا صح ولا غلط مش دير مشكلة بس فعلا اللعيبة بتتابع السوشال ميديا وبتشوف قراء الناس بتشوف دعمهم وبيفرق معهم الدعم ده جدا مش بتسمعي دايما كتير يعني في المناسبات مثلا فوز ببطولات أو ماتشاط مهمة ما تيجي تشوفي بس انتفيوهات مع العيبة يقولك جمهور الأهلي نمرة واحد الكلمة دي الحقيقة ما فيهاش أي قدر من المبالغة الجماهير العظيمة اللي انتوا شايفينها بتشوفوها بتروج استادات وبتملى ملاعب الحقيقة سنت حقيقي ودافع صدقوني اللعيبة جوه الملعب لما بتشوف شكل الجمهور صحيح ما فيهش مدرجات فيها جماهير دلوقتي لكن فيه احساس انه فيه ملايين وقفين في ظهر النادي وفيه احساس انه فيه ملايين مستنين مننا كفريق ان احنا نقدم احسن ما عندنا نبسط الناس ونسعدها والاهم ان احنا نطمنها ده في حد ذاته بيخلي اللعيبة الحقيقة يطلعوا احسن ما عندهم وان شاء الله رجالة الاهلي كلهم نجوم يعني كل لعيب جوه المستطيل اخدر سواء في التشكيل الاساسي او حتى فيه الاحتياط يعدك برا انا متأكد انه نجم من العيار التقيل وقادر على التأثير وقادر دايما في اي لحظة من عمر اي مباراة مهما كانت صعبة انه يعمل اضافة للفريق وده بيفرق جدا جمهور نادي الاهلي عن اي جمهور تاني يعني انه دايما بيبقى في ظهر فريق ودايما بيبقى داعم كبير لي دايما بيبقى واقف وراء حتى لو الظروف مش حلوة على الحلوة والمرة معاه الحقيقة يمكن يعني مواقف كتير جدا اثبت فيها النادي الاهلي واي حد الحقيقة من جمهور النادي الاهلي مدرك تماما ما دا ارتباطه بالكيان واحساسه انه جزء اساسي من حياته والاهلي دا حقيقة حياتنا